النساء التي يريدهن ويرغب فيهن النرجسي خمس نساء يلفتن نظر واهتمام النرجسي مرحبا عزيزاتي مرحبا أعزائي معكم صديقتكم ماجدة وأنا هنا من أجل ضحايا النرجسيين للإجابة عن استفساراتهم وتستاؤلاتهم وما حدث لهم أثناء العلاقة وبعدها أولا لا أدري كيف أشكركم جميعا فردا فردا وأبعث لكم تحياتي حبي تقديري واحترامي لكم جميعا بدون استثناء وأرغب في أن أحضنكم جميعا وأقول لكم قلبي معكم وأنا أقرأ كل تهليقاتكم وأراجعها مرة واثنان وثلاثة وكل من تركت لي طلبا أو اقتراحا للتطرق للحديث عن موضوع معين فلقد خصصت مذكرة أدون فيها كل هذه الاقتراحات وأضعها في عين الاعتبار وأجهز للحديث عنها قريبا ولن أترك أي موضوع أو أهمل أي طلب كل طلباتكم وتساؤلاتكم سأخصص لها وقتي ومعلوماتي وكل تجربتي وأنزل لكم فيديوهات جميعها من اقتراحاتكم أنتم لا تعتقدوا أبدا أنني أهمل ملاحظاتكم لا أبدا أنا أعمل عليها وأدونها أكتبوا كل ما يجول في خاطركم وأنا سمعا وطاعة سأجيبكم بالتدريج سأبدأوا من الموضوع الأكثر طلبا وإلحاحا على طرحه إلى الأقل طلبا هذا وعد مني عموما كان هذا بين قوسين هيا بنا الآن نكتشف معا النساء الهدف للنرجسيين هناك عدة نساء ما إن ينتهين بمشقة الأنفس من علاقة سامة مع نرجسي حتى تقع في آخر ليصيبها الذهول الصدمة والفوبيا من العلاقات والشك في نفسها هذا غير ممكن هذا مستحيل نرجسي مرة أخرى لماذا أنا لماذا يحصل هذا معي أنا كيف يعثر علي النرجسي لماذا يقع اختيارهم دوما علي ما هو الشيء الخاطئ في الذي يلفت انتباههم ويجذبهم لي ما هي الصفاتي التي تجعلني هدفا ومطمعا لهم لماذا أتخلص من نرجسي فأقع في شباك آخر إذن هل أنت ضحية لنرجسي إذن أنت بدون شك واحدة من هذه النساء الخمس التي سأذكرها اليوم أدعو أيضا الثلاثين في المئة من متابع صفحتي الذين هم ذكورا أن يقلبوا كل شيء للمذكر فالنرجسي والنرجسي هم شخص واحد النرجسي والنرجسية وجهاني لعملة واحدة وكل ما عليك فعله وأنت تسمعني أن تقلب ضميره هو لهي النرجسيات موجودات أيضا بكثرة وفي كل مكان وخطورتهن لا تقل أبدا عن خطورة الرجل النرجسي بل وأخطر حتى تتسأل عدة نساء عن سر وقوعها دوما في شباك نرجسيين وتستغرب وتشعر بالخوف ما يحصل معي لا يمكن أن يكون صدفة الغريب هو أنني لست ضعيفة ولست جاهلة لست حمقاء ولست غبية ولست أمية ولست قبيحة نعم تماما عزيزتي على عكس ما يعتقده الكثيرون النرجسيون لا ينجذبون أبدا أبدا ولو بعد مائة سنة إلى المرأة الضعيفة ولا إلى المرأة الغبية هذا فقط كجواب على هذا التساؤل الذي تطرحه عدة نساء بدأنا يعتقدنا أنهن غبيات وضعيفات لتصديقهن للنرجسي ووقوعهن في شباكه ودخلهن في علاقة معه صديقي عزيزتي النرجسي مطالبه كبير ولا يلهث وراء أي تمرأة والسلام الفريسة الميثالية للنرجسي هي خمس أنواع فقط من النساء هل أنت من ضمنهن؟ أم أن وقوعك في شباكه كان مجرد صدفة؟ تعالي لنكتشف معا هذا الأمر أول مرأة تقع على رأس قائمة نساء نرجسي المفضلات هي المرأة المتعاطفة ما هي ومن هي هذه المرأة؟ المرأة المتعاطفة هي التي نسبة تعاطفها مع الآخرين يتعدى المعدلة الطبيعية للشخص العادي يعني تعاطفها كبير جدا للدرجة أنها تضع نفسها دوما مكان الآخرين تشعر بمعاناتهم فتحزن أشد الحزن وتشعر وتشارك من أعماق قلبها فرحة الآخرين فتشعر بالسعادة المرأة التي عواطفها جياشة وعالية هناك معادلة مهمة يعتمد عليها النرجسي في بحثه واختياره لهذا النوع بالذات من النساء وهي أنها كلما كانت شمعة فهي ستحترق من أجلي كلما أعطت أنا سأخذ كلما شعرت أنا سأسعد كلما عبرت أنا سأرتاح كلما أحست أنا سأسيطر وكلما أحبت أنا سأدمر إذن المرأة المتعاطفة ضميرها للأسف هو نقطة ضعفها الذي يخدمه هو لأنه في كل مرة سيلعب على مشاعرها الرقيقة النبيلة وحساسيتها المفرطة لإرجاعها لأحضانه بوسائل الخبيثة والملتوية المتادة أن نرجسي يرى أن هذه المرأة هي نعمة وهبة من الله تعطي وعطاؤها غير مشروط وغير محدود التلعب بها هو لعبة أطفال بالنسبة للنرجسي لأنها تعطي بدون مقابل وكل ما ستحصل عليه كجزائم هو الغرق في حفرة أخرى من حفر جهنم كلما واثقت به وصدقته كلما أنزلها لحفرة أعمق هو أعمق فأعمق حتى تجد أنها ابتعدت كثيرا عن الأمل في النجاة ثاني امرأة يطلبها ويريدها ويرغب فيها النرجسي بشدة وهي المرأة الكارزماتية كلما كنت جذابة وتتمتعين بالكارزمة العالية كلما جذبت إليك النرجسيين لماذا؟ لأنك بالرغم من أنك امرأة صعبة صعبة في كل شيء صعبة المراس صعبة المنال قوية الشخصية لافتة الحضور ذات وثقة عالية جدا في النفس ملفتة للنظر متحدثة بارعة تجيدين التعامل مع الرجل كل هذه الصفات تجذبه لكن الأكثر من ذلك وهو أنه يراك تحديا كبيرا وحقيقيا هو يرى أن حصوله على امرأة بهذه الصفات واستطاعته أن يخضعها ويتلعب بها ويدمرها لاحقا إنجازا مشرفا ينضاف لسجل انتصاراته وإنجازاته العظيمة التي لا تنسى والتي في كل مرة سيتذكرها سيحصل على المزيد من الثقة في نفسه والاعتزاز والفخر بأنه تشرف بتدمير تلك الأنثى الواثقة التي كانت تعتقد أنها في منأة عن التلاعب والاحتيال وكانت تعتقد أنها أقوى وأذكى من ذلك بكثير إلا أنه كان أكثر ذهاءا وعثر على ثغرة ونقطة ضعف في شخصيتها واستطاع إركاعها هي أيضا لقد تمسكنها لغاية ما تمكن وبالنهاية لم يرحمها سبب ثاني جد مهم يجعله يرغب بإلحاح في الحصول على هذا النوع بالذات من النساء أن المرأة الكارزماتية تكون قليلة الطلبات أو عديمة الطلبات صفة تغافق عقلية وطباع الشخص النرجسي تماما هي عزيزة الناس ولا تريد منه شيئا ولا تطلب منه شيئا وغالبا لأن لديها كل شيء وهو بخيل شحيح طفيلي جنثومة يأخذ ولا يعطي وهذه العلاقة بالنسبة له ها مثالية المرأة الثالثة التي يتمنى النرجسي الحصول عليها وإيقاعها في شباكه هي المرأة التي لا تضع حدودا بينها وبين الآخرين ولا تعرف أساسا كيف تلزم الآخرين بعدم تخطي حدودها وتجوزها عزيزتي إذا كنت أنت هذه المرأة فما يحدث هو أنك عند معرفتك بالنرجسي تشعرين بالسعادة بالفرح بالتفاؤل بالأمل وبكل المشاعر الإيجابية الجميلة لأن في اعتقادك أنك عطرت على فارس الأحلام فارس الأحلام المثالي كما أوهمك الرجل المتفهم الحنون الطيب ولم تكن تعرفي أن فارس الأحلام يبحث جاهدا عن فارسة الأحلام ولأنك لا تضعين حدودا لعلاقتك به سرعان ما ستشعرين بأنه توأم روحك وستخافين على خسارته على خسرانه ستخافين على زعله ستخشين رحيله لن ترغب أبدا في أن يتركك ويتخلى عنك هذه المشاعر مع إنسانة ليست عندها أي حدود وخطوط وضوابط تفعل كل ما يطلبه منها مهما كان غير مقبول وغالبا غالبا وخصوصا في العالم الغربي حتى لو كانت طلبات غير مقبولة بالمرة إنه يريد مثلا ممارسة الجنس معك نعم نعم موافقة إنه لا يرغب حتى في استخدام واق ذكري أثناء العلاقة ولا يخاف عليك نعم نعم موافقة هو يريد أن يصورك عارية مثلا ثم لا أدري ما النهاية نعم نعم تفضل افعل سيقول لك أنا لم أعد أقتنع بمجرد صور أنا أريد تصوير فيديوهات إباحية معك آه لا مشكلة تستطيع فعل ذلك فأنا أحبك وأنا أثق فيك آه حسن أنا أريدك من اليوم وطالعا أن تزوريني ليلا في منزلي وتقضي الليلة معي حسن سأفعل عندما يغيب أسبوعا أسبوعين وحتى ثلاثة دون أن يخبرك عن السبب ولا عن نيته في الغياب ويعود دون أن يقدم لك أي شروحات أو تبريرات تستقبلينه بالأحضان والقبولات وكأنه جندي بطل عائد من الحرب دون إبداء أي امتعاض أو الصراخ في وجهه ومعاقبته وبالنسبة لإنسان ندل وجبان وفي أخلاق النرجيسي المنحلة كيف سيقابل معاملة امرأة تتصرف وتتعامل معه بهذه الطريقة هل سيقول مثلا أنا لن أكثر بخاطرها لأنها تحبني وصدقة معي؟ هل سيرأف بحالها ويقول أنا لن أخيب ظنها بي؟ هل سيقدر ما تفعله من أجله؟ إطلاقا رجل حقير جبان واطي سيستغلها أشد ما يكون الاستغلال سيمتص دمها سيلعب بها كرة الطاولة بكل سهولة وبدون أي تأنيب ضمير هذه المرأة يعشق النرجيسي أن تكون بحوزته لأنها تقبل كل شيء وتقبل الغير مقبول المرأة الرابعة التي تثير اهتمام النرجيسي هي المرأة التي تعشق القيام بدور المساعدة الاجتماعية معك عزيزتي ما يعشقه النرجيسي هو شعورك وقناعتك أن الشر لا وجود له في الحياة لا يوجد شر يوجد خير فقط لا يوجد أشرار يوجد أخيار فقط أنت مهما أخطأ أحدهم في حقك ومهما بلغت درجة الخطأ تسامحين بسهولة وتنسين أيضا أنت تلتمسين الأعذار للجميع أنت لن يحتج معك النرجيسي لاختلاقك الأكاذيب وصنع الأعذار أصلا فنفسيتك وروحك الطيبة هي ما ستقوم بالأمر بالنيابة عنه إذا صرخ النرجيسي في وجهك أنت ستقولين المسكين لقد مر بيوم عصيب أو يا للمسكين لقد كان يومه متعبا إنه يعمل بجد ويعود متعبا لو كان بإمكاني أن أريحه أكثر وأساعده إذا ضربك الملعون بكل قصوة سوف تراجعين الأحداث وتقولين آه من الظروف لولا معاناته في طفولته ولولا الظروف القاسية التي عاشها ومر بها لم يكن ليمد يده علي أبدا أنا متأكدة ريتني أصت أن أعود إلى الماضي لأمسح معاناته وظروفه التي مر بها في الصغر وإذا حاول أحدهم أن يساعدك ويرشدك ويخبرك عن خياناته أو عن معاملته لضحاياه السابقات أو حتى حاولت زوجته السابقة بالاتصال بك وشرح لك ما فعله بها ستردين عليها قائلة أنا أعتقد أنك المذنبة لا شك عندي في ذلك لقد فعلتي بكل تأكيد شيئا أزعجه منك وصدمه وإلا لما ضربك أو فعل بك هذا وإذا لم يهتم بك أو يظهر لك الحب والعطف والحنان فأنت ستقولين أه لا بأس إنه فقط خجول هو يحتاج للمزيد من الوقت حتى يعتد علي ويصبح على طبيعته آه آه نعم صدقتك عشر سنوات أو خمسة عشر سنة وهو خجول ولزال في حاجة إلى بعض الوقت ليتعود عليك أوكي أوكي كما تشاءين انتظري خمسة عشرون سنة أخرى أيتها الرقيقة ابقي هكذا احتياجك الدائم للطبطبات على الآخرين آه بحبي الطبطب عفوا زالتك تمسين احتياجاتك أنت وطلباتك ورغباتك وأمنياتك وحياتك فضاعت ضاعت حياتك ضاعت هويتك ونسيت حتى اسمك يا خسارة أنت تحاولين إنقاذ شخصية لا تنقذ ولم ولن ولن يطلب أبدا من أحد أن يوقذه أصلا معك يشعر النرجسي بأهميته في حياتك لأنه يرى صورته في عينيك يعلم فورا أنك تحتاجينه حتى يكتمل وجودك ياه ما أروعها من فريسة سأمتصها وأمتص دمها حتى آخر قطرة ولن تتعنث ولن تمانع أبدا في ذلك ما أسهلها وما إن أنتهي حتى أرميها في أقرب حاوية قمامة وأبدأ مع أخر مباشرة يا حيف يا حيف عليك يا شماتة أبلط باز فيك أبلط باز مين اخرس إنه المضحك المبكي وصلنا إلى آخر امرأة في قائمة النساء المفضلات للنرجسي وهي المرأة التي ولدت وعاشت في مناخ ومحيط سام إذا كنت ممن عاشوا طفولة صعبة عاشوا الحرمان العاطفي عانوا اليتم أو الفقر أو التعذيب النفسي أو الجسدي أو الجنسي إذا كنت ممن تخلى عنهم أحد آبائهم وتعرضت للقسوة في الصغر ولم تشعر بالأمان ولا الحنان أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك في القائمة الإرهاب العالمي أنت فريسة وهدف مثالي للنرجسي للأسف نعم عزيزتي العلاقات السمة لقد كبرت فيها عشت داخلها تعودت عليها وأصبح الأمر متداولا عندك للأسف الموضوع مألوف جدا عندك لقد تعودت على القسوة على الانتقاد الدائم واللاذع وعلى المعاملة السامة والسيئة وحتى لو أن هذا الأمر يؤذيك ويؤلمك لكن لا شعوريا فقد تعودت عليه عقلك الباطن يتقبله بمنتهى السهولة عقلك وروحك تعودت على هذا الوضع لدرجة أن العلاقات الصحية والمعاملة الجيدة أصبحت غريبة بالنسبة لك مع كامل الأسف سأخبرك شيئا أنت شخصية بالرغم عنك أصبحت مازوخية لا تشعرين بالإثارة ولا بالحب إلا في العلاقات السامة الكثير من الأذى النفسي والجسدي وقليل جدا من الحب القليل القليل من الحب هذا يكفيك ومن سيكون رجل الموقف المثالي سوى النرجس السادي استنادا إلى علماء النفسي وكبار الخبراء فأنت إذا لم تعالجي بشكل جدي ومكثف إن كان في مصحات نفسية متخصصة أو حتى بمساعدة أصدقاء وأناس صادقون يرغبون جديا في مساعدتك وعلاجك وتغيير نظرتك ومفهومك وشخصيتك فستبقين دوما داخل هذه الدوامة الخطيرة وستلهثين بنفسك ورأى هذا النوع الشاذ من العلاقات الذي يرتكز على القصوة وسوء المعاملة وماذا أقول والنرجسي سيلب لك هذا النداء بكل فرح وسرور وسيعطيك من القصوة والعنف والإدلال والتحقير ما أنت تعودت عليه وأكثر في النهاية هذه هي الخمس نساء اللواتي يشكن الهدف والفريسة المثالية للنرجسي مع إضافة صفة هامة جدا وهي الجمال نعم النرجسي القبيح يلفته الجمال بشكل واضح إنه يحب الجميلات جميلات الوجه والجسد إذن امرأة جميلة عاطفية وحساسة امرأة جميلة كارزماتية تحب لفت الأنظار إليها امرأة جميلة متحررة ليس لها قواعد وضوابط وليس لها حدود امرأة جميلة تحب مساعدة الغير بدون حساب وامرأة جميلة تحترق من أجل الآخرين دون أي مراعاة لنفسها وامرأة جميلة مازوخية تعودت على سوء المعاملة والقصوى جميعكنا هدف أبدي للنرجسيين حذاري ثم حذاري فإن كنت إحدهن وأفلت من أحدهم فطالما لم تعمل على تطوير نفسك ومراجعتها والبحث في خباياها وإصلاح نقط ضعفها فأنت ستجدين نفسك في شباك نرجسي آخر فالحل ليس هو كشف النرجسي دوما لكن الأهم هو كشف نفسك لنفسك ومعرفة من أنت من أنت ما مشكلتك ماذا تريدين ما هي نقط ضعفك إذا عرفتها فالحلول دائما موجودة ولا يوجد شيء يصعب حله أنا أخبرتك بهذه المعلومات من أجلك وليس لجرحك أو لإحزانك أنا أريدك إمرأة أقوى وأسعد وأذكى من أن تكوني هدفا للمختلين والمعتوهين والشياطين هل فهمتني صديقتي؟ أنا أتمنى من كل قلبي أن تكون رسالتي قد وصلت مباشرة إلى أعماقي روحك ووجدانك وقلبك وأن تعيديني بأن تركزي على نفسك أكثر أنت المرأة أنت أجمل ما خلق الله على هذه الأرض لقد كرمنا الله وجعل التعامل بالاحترام والحب والمودة هو أساس التعامل معنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئم صدق رسول الله لقد أكرمك الله ورسوله فماذا تنتظري؟ أكرم نفسك إذن في نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم السعادة والهناء والصحة والعافية وراحة البال أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وأن تدخل عليكم بتحقيق كل ما تتمنع وإلى حلقة قادمة بإذن الله دمتم في رعاية الرحمن تحفظكم وترعاكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله النساء التي يريدهن ويرغب فيهن النرجسي خمس نساء يلفتن نظر واهتمام النرجسي مرحبا عزيزاتي مرحبا أعزائي معكم صديقتكم ماجدة وأنا هنا من أجل ضحايا النرجسيين للإجابة عن استفساراتهم وتستاؤلاتهم وما حدث لهم أثناء العلاقة وبعدها أولا لا أدري كيف أشكركم جميعا فردا فردا وأبعث لكم تحياتي حبي تقديري واحترامي لكم جميعا بدون استثناء وأرغب في أن أحضنكم جميعا وأقول لكم قلبي معكم وأنا أقرأ كل تعليقاتكم وأراجعها مرة واثنان وثلاثة وكل من تركت لي طلبا أو اقتراحا للتطرق للحديث عن موضوع معين فلقد خصصت مذكرة أدون فيها كل هذه الاقتراحات وأضعها في عين الاعتبار وأجهز للحديث عنها قريبا ولن أترك أي موضوع أو أهمل أي طلب كل طلباتكم وتساؤلاتكم سأخصص لها وقتي ومعلوماتي وكل تجربتي وأنزل لكم فيديوهات جميعها من اقتراحاتكم أنتم لا تعتقد أبدا أنني أهمل ملاحظاتكم لا أبدا أنا أعمل عليها وأدونها أكتب كل ما يجول في خاطركم وأنا سمعا وطاعة سأجيبكم بالتدريج سأبدأ من الموضوع الأكثر طلبا وإلحاحا على طرحه إلى الأقل طلبا هذا وعد مني عموما كان هذا بين قوسين هيا بنا الآن نكتشف معا النساء الهدف للنرجسيين هناك عدة نساء ما إن ينتهين بمشقة الأنفس من علاقة سامة مع نرجسي حتى تقع في آخر ليصيبها الذهول الصدمة والفوبيا من العلاقات والشك في نفسها هذا غير ممكن هذا مستحيل نرجسي مرة أخرى لماذا أنا؟ لماذا يحصل هذا معي أنا؟ كيف يعثر علي النرجسي؟ لماذا يقع اختيارهم دوما علي؟ ما هو الشيء الخاطئ فيي الذي يلفت انتباههم ويجذبهم لي؟ ما هي الصفاتي التي تجعلني هدفا ومطمعا لهم؟ لماذا أتخلص من نرجسي؟ فأقع في شباك آخر إذن هل أنت ضحية لنرجسي؟ إذن أنت بدون شك واحدة من هذه النساء الخمس التي سأذكرها اليوم أدعو أيضا الثلاثين في المئة من متابع صفحتي الذين هم ذكورا أن يقلبوا كل شيء للمذكر فالنرجسي والنرجسية هم شخص واحد النرجسي والنرجسية وجهاني لعملة واحدة وكل ما عليك فعله وأنت تسمعوني أن تقلب ضميره هو لهي النرجسيات موجودات أيضا بكثرة وفي كل مكان وخطورتهن لا تقل أبدا عن خطورة الرجل النرجسي بل وأخطر حتى تتسأل عدة نساء عن سر وقوعها دوما في شباك النرجسيين وتستغرب وتشعر بالخوف ما يحصل معي لا يمكن أن يكون صدفة الغريب هو أنني لست ضعيفة ولست جاهلة لست حمقاء ولست غبية ولست أمية ولست قبيحة نعم تماما عزيزتي على عكس ما يعتقده الكثيرون النرجسيون لا ينجذبون أبدا أبدا ولو بعد مئة سنة إلى المرأة الضعيفة ولا إلى المرأة الغبية هذا فقط كجواب على هذا التساؤل الذي تطرحه عدة نساء بدأنا يعتقدنا أنهن غبيات وضعيفات لتصديقهن للنرجسي ووقوعهن في شباكه ودخلهن في علاقة معه صديقي عزيزتي النرجسي مطالبه كبيرا ولن يلهث وراء أي امرأة والسلام الفريسة الميثالية للنرجسي هي خمس أنواع فقط من النساء هل أنت من ضمنهن؟ أم أن وقوعك في شباكه كان مجرد صدفة؟ تعالي لنكتشف معا هذا الأمر أول مرأة تقع على رأس قائمة نساء النرجسي المفضلات هي المرأة المتعاطفة ما هي ومن هي هذه المرأة؟ المرأة المتعاطفة هي التي نسبة تعاطفها مع الآخرين يتعدى المعدل الطبيعي للشخص العادي يعني تعاطفها كبير جدا للدرجة أنها تضع نفسها دوما مكان الآخرين تشعر بمعاناتهم فتحزن أشد الحزن وتشعر وتشارك من أعماق قلبها فرحة الآخرين فتشعر بالسعادة المرأة التي عواطفها جياشة وعالية هناك معادلة مهمة يعتمد عليها النرجسي في بحثه واختياره لهذا النوع بالذات من النساء وهي أنها كلما كانت شمعة فهي ستحترق من أجلي كلما أعطت أنا سأخذ كلما شعرت أنا سأسعد كلما عبرت أنا سأرتاح كلما أحست أنا سأسيطر وكلما أحبت أنا سأدمر إذن المرأة المتعاطفة ضميرها للأسف هو نقطة ضعفها الذي يخدمه هو لأنه في كل مرة سيلعب على مشاعرها الرقيقة النبيلة وحساسيتها المفرطة لإرجاعها لأحضانه بوسائل الخبيثة والملتوية المتادة النرجسي يرى أن هذه المرأة هي نعمة وهبة من الله تعطي وعطاؤها غير مشروط وغير محدود التلعب بها هو لعبة أطفال بالنسبة للنرجسي لأنها تعطي بدون مقابل وكل ما ستحصل عليه كجزائم هو الغرق في حفرة أخرى من حفر جهنم كلما واثقت به وصدقته كلما أنزلها لحفرة آمق وآمق فآمق حتى تجد أنها ابتعدت كثيرا عن الأمل في النجاة ثاني امرأة يطلبها ويريدها ويرغب فيها النرجسي بشدة وهي المرأة الكارزماتية كلما كنت جذابة وعطي تماما